موسيقى شاهدين ومتسبعين موقع اميرو فانتكات نرحب بكم من جديد وهذه المرة من فضاء خيمتنا بمونتخوي ضواحي باريس نتواجد رفقة نجمة من نجوم الملحون هي مغنية ومقدمة برنامج شد الألحان إنها مجلة يحيوية وسيدة مجلة مرحبا بك مرحبا بيك وساعدت باللقائك وتشرفت بيك وساعدة بوجودي بدواحي باريس وطبعا يسعدني كتر لقاء الجانية المغربية إن شاء الله في هذه الليلة نتواجدك يعني جاف يعني خلال يعني ذكرى المولد النبوي لصدف ثاني دجمبر طبعا هذه المناسبة عظيمة عند المغاربة والمسلمين كافة الاحتفاء بليلة مولد النبوي وكيسعدني أكتر كيفما سبقته الشرط أن نكون وأول مرة هنا بباريس أن نحيي هذا الحفل الديني رفقة الجالية المغربية وحسن عرفوا الجالية المغربية من خلال ما كانت توصلوا به داخل المغرب اهتمامهم بتقافتهم وبعداتهم وبتقاليدهم وتشبتهم بالطرات المغربي ومن هذا المنبر أنا تنحيي سي محمد ريساني لأنه هو اللي سهر على تنظيم هذا الحفل وتنظيم هذا اللقاء وتنشكره من صميم القلب لأنه فعلا كنت محتاجة لأنني نطلقها بالجالية المغربية ومتوقعت أني أنا قدر نطلق بها في مناسبة لتيجلها الجميع فسهرة الليلة عندها واحد طعم خاص خاص جدا ولهذا أنا ممنونة لسي محمد ريساني وتاني شي تنحييه على كل المجهودات التي تقوم بها من أجل الحفاظ على طراتنا المغربي لأنه باش تكون يعني خارج أرض الوطن ومشغول بحياتك اليومية وتخصص وقت ومشي أي وقت لأنه تنظيم والإعداد لأي حفل قي يطلب شهور عديدة باش تحقق وتنجز حفل فتنعرف يعني نقدر نقول العذاب ديال الاستعداد يعني هو ما بين الحياة الليانة والوليداتنا وديالهدا وأنا كتخصص وقت لحفلات والفنانين والاهتمام بهم ولقائهم وعداب وهناك إكرهات وضغوط فبصدق يعني من يوم ما سمعت عليه وعرفت الأعمال اللي كيقوم بها من أجل الموسيقى بشكل عام وبشكل خاص من أجل الطرات المغربي وأنا تنعرف عذاب الإعداد وأنك تكون بغي تنجح عمل معين فتنحييه من صميم القلب وتنوب على كل الفنانين بغي معه كل الفنانين اللي يشاركوا هنا يا ولا اللي غادي يشاركوا من بعد أنه هذا عمل مثلا سميش عمل عادي هو نضال من أجل الحفاظ على طراتنا وتوتيق أيضا لأنه هو يساهم في توتيق أعمال مجموعة من الفنانين يمكن عمل اللي ما قاش حتى التليفزيون قادر على أنه يخلق هذا الجسر ديال التواصل ما بالفنان وجمهوره وخانا نشكر فيه حتى الغداء قليلة فحق إذا اللي كان عرفوا أن مجالي حيوي من مدينة من موليد مدينة حد كورت انتقلت بفقات العائلة ديالها سوق أربع الغرب ومن تم مشت المدينة خميسات آه الخميسات هذا هو اللي فحقيقة اللي أنك يسؤلوني مني أنتي كنقول لهم أنا مغربية آه قح علاش لأنه عشت في الغرب وعشت مع الشلوح وعشت آه ونجعت السوق الأربع من بعد من بعد طلعت القنيطرة طلعت الدربة ده ورجعت القنيطرة فتنقلت بواحد شكل وكانت أعطى لي في الشمال قصر الكبير أزيلة الهرائش هدو مدين كلهم اللي أترفها من من يعني من محاسد الصدف أنه كانوا بزب الناس اللي يعتبرني شلحة وكانوا يعتبرني وجدية وكانوا يعتبرني شمالية يعني كل واحد تماما وهذا تنشرفني حد كورت خرج منه وكانت في عمري الشي 11 عام تقريبا ولكن مازال طبعا لأنه كان خالت ما وكان طفولتي وكان أشياء جميلة لي من كل هاش تنسى طبعا كنت عايشة ما بين كناس وحد كورت لا مكناس ما حتى قديمة في حياتي يعني من صغري لأنه حالك نحن كنا كانت نقلوا بشكل عندي الأب والأم كانوا دائما على سفر ثاني العائلة في مكناس يعني العائلة لا من جهة الأب ولا من جهة الأم كلهم مستقرين بدين تم كناس بمنحة طفولتي كانت ما في مكناس لكن تنقول كان يخليني نمشي ونرجع نمشي ونرجع توليت مكناسي في الأخير نعم إذن مكناس هي المدينة اللي عرفت يعني تما نفجرت طاقات ديال مجدي حياوي لا قبل مكناس في حقيقة في هذا التنقل كله كانت علاقتي بالغناء مع مرة قبعد كان اكتشاف دات كنت اكتشف داتي في كل مرة في لون ولكن بعد يعني في خامسة باكالوريا ذاكت المعالم بدات كتتضح والصورة بدات كتب اللي بأنني أنا أقرب للملحون من الأيلون آخر اخترت أنه لأنه ريحني أكتر دراستي كانت أدب عربي كنت عاشقة للشعر للأسف ما كان نضمش ولكن أنا قارئة جيدة للشعر ولقيت في الملحون يعني ذاك الجمالية والصور الشعرية اللي أنا قرتها عند المتنبي وقرتها لقيتها عندنا في طراتنا المغربي بالدارجة فهذا هو اللي خلني نظهرت به وقربت منه وقررت أنه نكون طريقي هو طبعا هذا قرار كان ديالي شخصي ولكن ما تأكد حتى كان لقائي بحش حسين تولا لله رحمه قال عليك بأنه مستقبل ملحون ردي يكون يعني في يد شبه مغربية عوروبية حل هذا صحيح قال وتقلقوا عليه قال من سيد القاسم وأعتقد لأني من سيد القاسم قال غيو حصوت عروبي من سيد القاسم وتقلقوا عليه نسيد القاسم لأنه هو غير ما هو الله يرحمه غير ما ما قصدش الإساءة طبعا هو قصد أنه بغي يعرف المنطقة أنا جيت وكان وكان كيف تخب أنه بنت يعني مشي بالضرورة تكون لأنه هو كان عانى من هذا مسألة هو كان شلح وكانه كيقولوا بأنه شلح ويكلمش تغني الملحون إلا هلساس الكناس اللي كتكلموا العربية اللي كتكلموا العربية فهو عانى من هذا كيف الشلح تغني الملحون وهذا القادية الذي رأى عربية من سيد القاسم ما كانش يعني ما كانش قبحية لا كان بغي هو كان مفتخر بأنه أنا شلح وغنيت وهي من العربية وأنا كيش نغفني من العربية أنا من أجمل أشيء أنه أنه يطلق علي اسم عربية أجمل شيء ممكن تقول لي وأنا تقول لي العربية فأنا بالحكس قريبة من طبيعة وقريبة من الحياة ديال البدية فكان هو كان مفتخر بعد أن تتقليلي وهانتم ما شوفوا والتاني شيء كانت يقول لأنه كانت يقول لي يا مجدا أنت فصيحة في النطق لأنه مثلا مكناس كان مشكلة سين مع الشين الفاس كان مشكلة ترا كان هذا معايا كان هذا وال الأخ لا يقول العربية هذا اللي تقول لي عندك نطق سليم الحروف والناس محتاجت أسهم الملحون لأنه الملحون تقولوا فرجتوا في كلامه وإلا ما وصلش للناس الناس كنت تتحس بالمونطوني كي عياء لأنه ما ما متبعش معك ذلك الكلام اللي تقول فإلا ما فرزتش ووضحته للناس هو كان فرحان به المسألة ديال أنه الحرف فرارات تأطا تماما تماما مجالي حيو كيفاش كتشوف يعني ما نطولوش عليك كيفاش كتشوف يعني مستقبل الملحون في المغرب وخصوصا يعني علاقة بالإينات كيفاش كتشوف المرأة واش عندها مويول لفن الملحون ولا ما عندهاش والمستقبل أيضا يعني كنشوف يعني كن واحد نوع من التراجع نوان ما لا وتراجع ما كنش غف الملحون وتراجع مس كل الموسيقى التوراتية والموسيقى العصرية أيضا لأنه وجدت هذه الموجة الشبابية وإقاعات تركية دخلت عندنا وهندية وغربية ولا حضر أنا مش ضد بالعكس بالعكس لأنه كل وقت والا بالدم كي يجيجين تيجيب جديد بالعكس كان أصوات جميلة وكان أعمال جميلة رغم أنه متشابهة بزا في الإقاعات ولكن جميل أنه يكون عندنا ما اللي كان عيبو عليه هو أنه للإعلام غالبية دي الإعلام ولا تمسل تضوء على هاد شي جديد ورخات من أصولها رخات من توراتها رخات من الرواد ديالها يعني ما ما أبقيتش حطي يوم ذاك الاعتبار اللي كان عندهم فحد الفترة إمكانها أنه في خريطة البرامج ديالها تخصص برنامج شبابي وهذا وتخصص برنامج كلاسيكي للموسيقى للناس اللي بغضوك فللأسف إحنا عندنا مشكلة تخطيط فقط عندنا موسيقيين عندنا فنانين عندنا عزيفين ممتازين عندنا شعراء عندنا ملحنين ولكن هاد المسألة ديال أنه هاد القطاع يتخدم بهتشكل ويتقدم لنقاش تبعنا أولا ذاك شي كوميرسيال تيجاري لا أنتوما شرفتو هدوك شرفو ما كيش فن هذا شرف ما كيش تقاعد في الفن سواحد الفوضى في المغرب للأسف 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 صار عليها واحد كوميرسيالنس قلال والقطاع ما خص أيام دراسية وخص شكايات تتقدم باش خريطة البرامج هذا لأنه ممكنش تلغي فنان أعطاه وحد ثلاثين وربعين وخمسين عام من عمره تلغيله فجأة يعني أعمل تقوله لأنت يا من الأرشيف ندوزك في العيد ولا ندوزك في هذا احنا عندنا الوقت وعندنا قنوات الممكن أننا نرضيه جميع الأدواق للأسف هذا مشيغل الملحون يتأثر عند الوسي والغرناطي والملحون حتى الأغنية المغربية عرفت واحد واحد ممكن أصوات جميلة ورائعة ما قدرتش تسير الموجة ما قدرتش تغني ما قدرتش تغني أسترويبو ما قدرتش لأنه أنا مشيغل أسترويبو بالعكس زمين ندوزك في الأغنية المغربية حقها الأصوات لدينا عندنا فنانين كبار نزه الشعباوي عندنا سمحمود الإدريسي عندنا سمع عبدالدو كالي براسو كان أسماء كبيرة كيف ممكن نهملوها لأنه والتساؤل تنعيش به وتألم تألم اليوم اللي قيم بالدور شوية لمحرك الحركة الفنية فيما يخص طورات والألوان هذه الألوان الأصيلة هناك جمعيات اللي كتشتغل على على هذا النوع من الألوان من الموسيقية وترحييها من هذا الممر لأنهم فعلا تقوموا بواحد العمل جميل وواحد الحرك حركين حركية فنية وتقافية في المغرب بفضلهم هما التلفزيون الله يهدي ما زال نقول لك ما زال عندهم وما عندهم شوف أخرى شوف أخرى أنا مش هيتو تشوفة ليلهم أنا تكررها مش هيتو تشوفة ليلهم ولكن شوفوا القنوات للمصريين ولا ما فرتوش ما بيعوش الفنانين ديالهم بالحكس مستغلينهم لآخر يوم في حياتهم تبقوا مستغلينهم يمكنش اليوم تقول محمد بجدو بصير تقاعد يمكنش تقول لأنه احتضروا الناس لباليوم يخدموا وكي الفنانين يطروا رجعوا يخدموا في الأعراس ويخدموا في غيستوران وموت نفس كبير للفنان حين أنه تلفزيون يكون هو أول منظر مفتاح لهم على أي ندى هذا وستدى المجدى يعني لا لأن هذه النقطة اللي شرطي لها مهمة جدا وهذا دور المواقع الإلكترونية دابا وخصوصا يعني الشاشات الإلكترونية لأننا ما كانش عنا ذك ما كان معناش نكون واحد رقابة يعني شديدة عنا واحد واحد الحرية باش أننا نطرحوا أسئلة ونوجهوا رسائل للناس مهمة إذن نخليوا للمجدى واحد الكلمة أخيرة للجمهور خصوصا الجارية المغربية المقبة بالخارج أولا نشكرك أنتا كموقع إخباري و أنتا إحنا كنكملوا بعدنا البعض أنتو محاملين واحد عندكم مهمة كتقوموا بها نابعة من عندكم من قلبكم محبة في البلاد ومحبة في فن البلاد ألف شك على هذا اللقاء ومن خلالكم سنتواصل مع الجارية المغربية والجارية المغربية تنحيها لأنه من قبل شد الألحان كنت كنت توصني أخبار عن الرضا ديالهم على المسيرة الفنية والحمد لله تنقول لهم الله يعطيكم الخير لأنه كانوا تيرموماتر لليه شخصيا باش نقدر نعرف فين غالية في الطريق في شد الألحان كنت كنت توصل بمجموعة من الرسائل من مختلف أنحاء العالم كانوا ناس اللي تيقول لك حنا كان نلقوا نفسنا في برنامج مغربي لم خلال ديكور ولا اللبس ولا الموسيقى اللي كانت وكانت هذه فرصة أني نشكرهم ونشكرهم على رسائلهم اللي توصلت بها ودعموني بها لأنه في علامة كانت احتهية حافز ليا باش نعطوه أكتر وأجمل ما كان عندنا في البرنامج شكرا للجميع نجدد شكر طبعا لسيري ساني نجدد شكر لسيدة الشعرة أسماء بن كيران لأنها هي كان سبب فأنا تقترحني في سهرة خيمتنا الليلة ونتمنى إن شاء الله ندوزو سمر فني ممتعة روق كل الحضور إن شاء الله ونتمنى أننا نشوفك في لقاء المقبل إذن الله شكرا شكرا للمشاهدة